السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرحب بكم مجددا أبناء الطلبة في درس جديد لمادة التربية الإسلامية للصف السادس الإبتدائي الفصل الدراسي الثاني وعنوان درسنا اليوم أحكام الرأي أولا أهداف الدرس يتوقع من المتعلم في نهاية هذا الدرس أن يكون قادرا على التعرف على حالات تفخيم الرأي وأن ينطق الراء نطقا صحيحا عند قراءة القرآن الكريم فلنتأمل ونستمع أبناء العزاء لقراءة للآيات الكريمة في المجموعة ألف التي تشاهدونها أمامكم أنتم عنه معرضون قلقتني من نار وخلقته من طين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كورا تجد أن جميع الكلمات الملونة تحتوي حرف الرأي إما في البداية كما في كلمة رجالا وإما في الوسط كما في كلمة معرضون وإما في الآخر كما في كلمة نار عند ملاحظة الحروف الملونة نجد أن حركة حرف الرأي هي الكسر كما في الكلمات معرضون وليقربون رجالا أو تنوين الكسر كما في كلمة نار ففي هذه الحالات يلفظ حرف الرأي مرققا من طرف اللسان سواء أكان في بداية الكلمة أم في وسطها أم في آخرها والآن فلنتأمل ونستمع مع ملاحظة الحروف الملونة لقراءة للآيات الكريمة في المجموعة أفمن شرح الله صدره للإسلام ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون قل اللهم فاطر السماوات تجد أن جميع الكلمات الملونة في المجموعة باء تحتوي حرف الرأي حركته الفتح شرح صدره ربكم فاطر وقد نطق حرف الرأي مفخما والآن فلنتأمل ونستمع مع ملاحظة الحروف الملونة لقراءة للآيات الكريمة في المجموعة جيم إذا هم يستبشرون إن الله يغفر الذنوب جميعا وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم ماذا لاحظتم أبناء العزاء في الآيات الكريمة نعم أحسنتم بارك الله فيكم نلاحظ أن الكلمات في المجموعة جيم يستبشرون يغفر رسل تحتوي حرف رأي حركته الضم وإذا كانت حركة الرأي الفتح أو الضم فإنه ينطق مفخما سواء جاء حرف الرأي في بداية الكلمة كما في ربكم ورسل أم في وسطها كما في شرح يستبشرون أم في آخرها كما في فاطر يغفر إذن مما سبق يمكننا أن نستنتج قاعدة لحرف الرأي وهي أن حرف الرأي يفخم إذا كانت حركته الفتح أو الضم ويرقق إذا كانت حركته الكسر والآن يا أبنائي إليكم هذا النشاط لنتأكد من فهمنا للدرس اقرأ الآيات الكريمة التالية وحدد موطن الرأي بوضع دائرة حوله ثم صنف الأمثلة إلى راء مفخمة وراء مراققة في الجدول الآتي ولكم من الوقت دقيقة واحدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر احسنتم أعزائي بارك الله فيكم فلنتأكد من الإجابة نشاط ختامي املأ الخريطة المفاهيمية بما يناسب ولديكم من الوقت 30 ثانية للإجابة على هذا النشاط ترجمة نانسي قنقر بارك الله فيكم فلنتأكد من الإجابة والآن وصلنا إلى نهاية درسنا اليوم مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح